موضوع اليوم موضوع كنا اخذناه بصف خامس كثير و اغلبكم عدكم فكرة عن الابروش تذكرون حكينا بهذاك السيشن قلنا نسميها ابنورمال موفمنت ما قلنا كومفولشن فبتشيف كومبلين اذا انت عتمتحن اسكي ستيشن رح يقل لك مثلا هذا الشايلد هل قد عمره كلش ضروري الاج مع الطفل ابدا لا تنسوه لان كل تايف اوف سيجر لهو ايج محدد اذا ما عطاك العمر بالاوسكي ستيشن انت اسأل عن العمر لان نقطة كلش مهمة الاج اوكي تذكرون بهذاك السيشن حكيت لكم على مصطفى مصطفى ايضا بريزينتد وذ اتاك اوف كومولشن وشواز رفراكتوري دخل مرحة الستيتس افليبتيكاس مؤمن ايضا شفنانه بذاك السيشن وقلنا بريزينتد وذ كومولشن دموع يمكن ما شفناها بذاك السيشن ايضا طفلة تونتي فايف دايز اول بريزينتد وذ رفراكتوري كومولشن وحكينا على الاسباب يمكن بعدين نحكي على الاسباب على موت تذكرون حكينا انه مصطفى كان الكوز مال كومولشن هو هيربس انكفالايتس وهذا الليجين اللي كان عنده بالبراين كلش واضح وكان الكوز بعدين صحا وكان الكوز مال مؤمن اللي كان عنده فاشيال بلسي واضح فوكاليوجيكال صاين كان الكوز هو اسكيميك ستروك هاذي واضح كلش الاسكيميا هوني بل امار اي وكانت البيكتر اف ريسنت انفاكشن سحر يمكن ماكن شفته ما قبل سحر قبل شهرين يمكن اشيك الشي بريزينتد وذ هديك فيفر اند فومتينك بصراحة كانت الفيتشر ماله تمشي مع المينينجايتس اكثر ورأي المقيمة القدمة اللي كانت موجودة هذاك اليوم قلت لي دكتور خلي نعمله لنبر بانكتور لكن مثل ما انتم تعفون وكن عدناها الف مرة لا تعمل لمبر بانكتور ابدا without doing examination of for papillodema فاندوسكوبيك examination كلش مندوتوري ويفضل ان تعمل رابد نيوروجيكال اكزاميشن مثل ما شفنا بذلك السيشن هاي الطفلة اللي كان عنده ابدوسنت نير فالسي تعمل نيوروجيكال اكزاميشن تاخذ هستيري مضبوط مثل ما راح نحكي بعدين تقرر تعمل لمبر بانكتور او نوت لان كثير اطفال يجونا فيفر والكونفولشن فيختلط عليك الامر وتذكر اصلا الاج مالتها ابدا ما يمشي مع الفيبراي الكونفولشن فلا تقول فيبراي الكونفولشن على طفل عمرو 12 سنة ابدا سحر ايضا طلع عنده فات something very serious اللي هو هايداتي السيست in the posterior fossa سابتينتوريال هاذي فات شغلة one of the emergency بصراحة بالسيرجيري لان هايداتي السيست بالباستير فرصة معناها بريسنج على المد برين وممكن يعمل له هاي الطفلة بنفس اليوم اللي حولتوها بيا كان يوم جمعة بنفس اليوم بعثوا لي صور مالتها اشتغال دكتور ياسر فيبنسينا يعني اعتبروها امرجنسي فاذا هايديق وفيفر كان عنده فيفر جوز ديوتو فلو او او اخر كوز فاذا الهيستيري نيوروجيكال اكزامنياشن فانتسكوبيك اكزامياشن از مانداتوري دموع انتبهوا على الفيديو ماله كومفولشن تلاحظون هالكومفولشن ماذا يوجد من المحكين لكم؟ لكن ماذا يمكن انتبه في الشيء؟ جميعهم يمكن انصروا كما يحده ان الانتباه الكومفولشن؟ دكتور فوكل مايا كلونيك جيدا. إنه فوكل ليس مايا كلونيك. بصراحة هذه الموفت ما الفوكل كلونيك وليش مايصير جناليز تونيك كلونيك؟ لأن الأجمالة هي نيونيت وكذلكم تتذكرون محاضرات النيونيت قلنا مايصير بنيونيت جناليز تونيك كلونيك. لأن بعد ما عنده good myination للنيرف وما عنده good branches يصير عنده كهير تايبس فوكل ملتي فوكل كلونيك أتونيك لكن مايصير جناليز تونيك. هذي فوكل كومولشن. النيونيت ممكن يصير عنده فوكل دحقه من أمسكه ما تقف. إذا أمسكه وتقف معناها أشنو هذي؟ جيترنيز very good. اللي من أمسكه تقف أو من أضرب الطفل يتحرك هذا كلش important differentiate diagnosis اللي هو جيترنيز طفل شوية جيتري نسمينه شوية عصبي من أمسكه تقف. طبعا متعمد مسكتوه حتى أشوفكم إنه هي ما وقفت. إذن هي مو سيسيري حصائع إذن سيسيري. هذه هي كومبولشن. 25 يارات تماما كومبولشن. سيتي سكان ما لته كلش واضح. لاحظوا السبديويرل هي ماتومة. هذي هوني قرنوها مع الأضر سايد. ماكو شيء هوني هاي هاي السبديويرل. مثل هذاك الطفل مصطفى الي شوفتكم هو بالضبط. سبديويرل هي ماتومة. تماما ماتومة هاي الاستشارة بوقت اللي كتبناها كونتفى اللي شفنا بذكا السيشن منذر أريد أحد بكم يقل لي أشعي يشوف بالجنرال أحمد عبدالله عبدالعال دكتور عبدالعال سوري هستجيت عبدالله أحمد Dr Osseff نحن أولا идеك إجابينا هاجر هدد الطفلسرد هذه عقلي محدرة من المت�든ه إنه عمل الظoof يعني كإنتعاد تلاحظين مثل؟ دكتور يمكنك فعل أوكي طبعا هذا الطفل ماهش شكل شكله سوري انا ما اخذت له صورة بعد التريتمينت هذا جانب شوية والاي كلش أوكي هذا منذر جانب بالطوارق قبل فترة هذا اشنو هذا اليورم مالو اذا اشنو اهم نقطة لازم اعملا انا بالطوارق طلاب هذا اليورم مالو قدامك ما عنده روتينشن وهذا بس قبل اكو شيء اهم الطفل الطفل يعني لا 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 طفل الطفل وسائلت الفاميلي قالوا لك هذا الكلر ما اليورم مالتو هالشكل كان و بوفي اي و سويلينج و أسايتس و شغلة اكوت اتشاييك لبلود بريجر الكوزمال كونفولشن مالو كان هايبارتنسيف انكيفالوباثي ليش ليش منذر وهذا اليورم مالو كوكا كالوري يورين و بوفينيس اوف دافيس بلود بريجر طلع عنده فتشاي كلش هاي ولهذا اي طفل كونفولشن انا انصح انه تشايكون بلود بريجر مالو اوكي هذاك اليوم جاني طفل كنعملو له و مالقو الكوز من قسط الضوط مالو طلعتو 220 اوبر 130 و طلع عندو فنفر نفر مس بلود بريجر الشيء قلتمو كلو صح لازم ابعثو بلود يوريا سيرم كرياتينين و سي ثري و سي فور ليفل و هاي شغلات كله و سيرم البومين و هاي شغلات كلتها واللي اهم منهم ايضا جنور يورين اكزاميناشن حتى اشوف الار بي سي كاست اوكي لكن قبل انت لنطلبنك اتوقف الكمولشن صح انت عطيت دياليزيبام و ما وقت الكمولشن لازم تخيل البرجر اوكي منذر بوستو ربتوكوكا يجراميونيفرايتس ما موضوعنا اليوم بس حتى اقول لكم انه اني سيستيمك ديزيز كان نفيزونيه كونولشن لين حكيانا كونولشن اسا Estimelmitted Paroxysmal change ان اللي كترة الالكتفتي وحكيانا اكو شيء اسمه و بروبوكت وحتي نعرف الإبليبسي قلنا لازم two attacks which are not provoked يعني not initiated by somatic illness يعني شنو somatic illness يعني fever يعني hypoglycemia يعني trauma يعني toxin drug كلها هاي provoked seizure الكوزماليتا not a problem in the central nervous system problem elsewhere هاي ما تتخذ من الدفنشي ما الإبليبسي إذن هذا الطفل قدامي راح تشوفناه قبل قلنا presented كلش واضح هذا اللي كلونيك فيس أشوفكم الفيديو حتى تعرف أشتسأل من راح تسأل من راح نقسم الهيستيري إلى بري إكتل إكتل بوست إكتل راح تعرف أنت بالبوست بالإكتل أش راح تسأل الطفل هسا دخل مرحة البوست إكتل ورح يظل إن ديب سليب هذا الديب سليب كل شي يفيدني أنا أشخص بينه يعني أعتمد علينا حتى هاي هي كانت ترو سيجر أو لا أوكي لأن يجوالي أبو الكونفلشن يصير عنده بوست إكتل بريود وسليب فإذا إنت راح تسأل على الطفل بري إكتلي إششون كان وإكتلي هذا الدسكريبشن اللي شفتمه ما الموذمينت وبوست إكتلي ها الطفل اللي شفتناه بذاك السيشن انتبهوا علينا انتبهوا على الموذمينت على الآي على الموذمينت ما الهان فرثي سيكريشن من الماث لص أوف سفينيكتر كنترول هاي النقاط كله انت راح تسأل عليها بالإكتل بريود فرثي سيكريشن والسيانوسيز والتيب أوف موذمينت والديوريشن أبدا لا تنسون ديوريشن ما الأتاك أشقى تطول لأن أنا بالديوريشن أعتمد أفرقها مثلا هل هي simple febrile أو complex febrile seizure إذن خلوها في بالكم هذا الطفل أتاكم الكمبولشن كلش واضحة والفروفي سيكريشن فروم ديماوث كلش واضح والرولين أوف دا آي وهي الكلونيك موفمينت أوكي حتى تعرف اشتسأل هذا الطفل لاحظونه شفناه بصف خامس انتبهوا علينا عاييكتب لاحظونه هستأش رح يصير عنده رح يصفن صفن ما طولت ورجع كمل اش كان عاييعمل كمل اشلو هذا type of seizure absence seizure بيش يختلف عن السيجر اللي قبله there is no loss of body tone ما وقع الطفل وما بينه ماكو بوست إكتل بري جود ما بينه بوست إكتل إذن من الشغلات اللي رح تسأل عليها انت بالهيستوري صار عنده loss of body tone وقع بوست إكتلي ظل نيم هذا ما عنده بوست إكتل كمل اشكان عاييعمل كمل فهذا absence seizure ها الطفل تذكرونه العام شفناه sudden inflection of the trunk of the extremities واضحة واضحة which type of seizure بيكتور بيكتور infantile infantile spasm بري جود هذا بيكتوري هو هذا اللي نسميه سلام التاك لو بذبط هو هذا السلام التاك infantile spasm تلاحظوها صير عدة طفل ممكن سميه west syndrome ممكن سميه سلام التاك ممكن سميه infantile spasm ممكن سميه هبسة الرثمية كلتا نفس الشيء هذولي أشنو ذاك session حكيناها يصير معاها associated regression in the milestone يبدأ he start to lose his milestone وهما ثلاث شغلات مهمة هاي الاتاك قدامكم بالفيديو regression of milestone اللي يجي ما لديه يصير كلش characteristic سموها هبسة الرثمية أنا شوفتكم ثلاث مقاطع أربعة على الconvulsion حتى تعفون أكو difference إذن description ما الفهم اللي رح يختلف first question you should answer is it seizure why it is an important question لأن موك الأبنورمال movement is seizure okay we have a lot of differentiate diagnosed قريقي تركزون على هذا الطفل اللي عيبكي الطفل هذا عيبكي صار سيانوسيز وبعده صار تونيك بعدين قاعد عشن الدياغنوسيز هالطفل طلاب يعني الدكتور generalize التونيك الطفل كان ضيج أمه ما عطته something وقام يبكي ظل يبكي ظل يبكي إلى أنصار سيانوسيز وبعدين صار عنده convulsion هالسيناريو بايش يذكركم هاي ايه لا طفل كيش ما بينه هذا طبعا بس أنه أمه ما عطته كاندي ما عطته الريموت قام يبكي هو عيبكي طبعا هاي بالعامية طبعا أمي تعفى نقول الطفل غص يعني أشن الطفل يغص بمصطلحاتنا حنين دكتور يعني عمز عنده هاي بوكسيا هاي انتم كنا ختمها بالمحاضرات ما البيهيفي رول هاي نسميه بريف هولدين أتاك بريف هولدين أتاك أوكي دكتور ما ختمها كنا ختمها بالمحاضرات يجوس يعني مدأ أتذكر ها صراح محاضرات البيهيفي يورا كنا ختمها هاي من الشغلات البيهيفي يورا أبنور ما يتاعد الطفل ويوجولي بيناين والطفل بس يكبر تغوح من عنده عدنا تو تايب سيانوتيك تايب وتيب سموها أسيانوتيك أو نسميه احنا بالعامية غصة الطفل يغص والعرب بالقرية يسموها يفحم يجون كثير على الطوارئ يقول دكتور هذا الطفل من يبكي يفحم يقصدون بيها هاي الفحمة بريث هولدينج أتاك الطفل يظل يبكي إلى أن ينقطع نفسه ويستمر ويظل يبكي إلى أن يصير هايبوكسيا وممكن حتى يصير معها هاي سميها بريث هولدينج أتاك كلش مشهورة والعامية هلنا كلهم يعفوها أن الطفل يغص الفاميلي رح تحسبه سيجر لكن انت رح تقول لهم لا هاي بريث هولدينج أتاك وما يحتاج شي أول فيس هو طونيك فيس هذا الطفل يتشنج بينه ويقع على الأرض ويتشنج الطفل ويصير عنده بعده يقف التونيك فيس تحول على كلونيك فيس هاي اللي شفناها بالفيديو أبو قميس برتقالي وبعده يصير عندي بوست اكتل بريود ساكن وات ساكن إذا انت رح تاخذ هستري على متعف أشنو تايف سيجر سوري إذن رح تجاوب إذن الهستري مالك رح يكون إكتل 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 رح تعوف أنت من الهستري مالك إذن أش أسأل النقاط المهمة كان الطفل كان عنده حرارة قبل ما صير عنده الأتاك كان وقع من الدرج طاقته سيارة هاي كل تابعنا بري إكتل عدكم دراج بالبيت المضر تاخذ دراج الطفل عنده ممكن يصل هاي لدراج أنا قد تقول لكم يعني قبل فترة جاء طفل كن بلع الأميري اللي هو أنت دايابتك لبنك لمايد ما الجراند ماذر وجان هاي بلك هاي بلك ممكن تراي ساك لك أني دراج ممكن يبلع الطفل نقطة نقطة أخرى هل كان الطفل هل كان هو عنده مثلا ديلي مالي ستون هل ياخذ انتي إبليبتك دراج هاي نقطة كلش مهمة لا يكون هو طفل إبليبتك والعائلة بور ويكون قطعوا عنه لتريتمينت أوكي وتسألون أيضا الاتاك من الكون هاي الأبن الصاغط عنده أش كان الطفل عيعمل المصوت عنده كان صاحي لو كان عي يلعب إذن الوصول الوصول بري إكتالي is very important لا تنسون فيفر تروم بويزين هل هو إبليبتك أو نط قبل ما صير رأتاك الطفل أش كان عي يعمل بلاي إن لو كان سلي بي هاي النقاط بري إكتال كلش تفيدني أنا حتى أحدد إكتالي راح توصفون الشغلات اللي شوفتكم هي بالفيديوهات وأعتقد كلش سهلة راح تسأل على الارتاك يعني تطلب من عائلة دوسيكريبشن did the child lose his consciousness did the child lose his body tone he fall in the ground وقع الأغضلول صار عنده سينوس اكو فرو دوسيكريبشن from the mouth صار عنده لص أوف سفنكتر كونتر الارتاك وقع هل تسأل راح أسأل على روليغ الارتاك وقع أشقد طولت هاي الأتاك هذا الطفل اللي شفتمه مثلا أغلب الأتاك اللي راح تشوفوه generalized tonic clonic أسأل الفاميلي أشقد طولت الأتاك وهون أكو فتريك دائما أنبه علينا مرات المظر تخلط لك البوست إكتال بريود تقول لك والله طولت نص ساعة نحن راير لك تطول أكثر من طولت نص ساعة المظر هون خلطت البوست إكتال مع الإكتال بريود هاي كلها صح كونفولشون وقل لي كلها إذا أحسبها ما طولت نص دقيقة أقل من نص دقيقة وبعد الطفل دخل بالبوست إكتال بريود الطفل صار سليبين هي معها فدير بالك من هاي النقطة المظر أحيانا تكون نقطة أخرى كم أتاك كم أتاك صار عنده الطفل خاصا خلال 24 وقفت الأتاك وقفت سبونتينيس لو أنتم عطيتم ركتل دازي بام أو شي أيضا سؤال مهم وأسأل مثلا إذا الطفل هو أسألهم آخر فترة أشقد عايصون عنده أتاك معدلك أسبوع ون أتاك أوكي إذا هاي النقاط اللي أسأله بالإكتالي أغلبة أنت رح طيقون تشتقوها من الفيديو أوكي فص إكتالي أش رح تسألون نفس الشي مثل ما شفتم بهذا الطفل أبو البرتقالي سليبينغ هل الطفل بقى أشقد سليبينغ شكة من هيدغ أو هاي شغلات صار عنده بعدين منصحة صار عنده باراليسيز أوف لمب يعني عندنا بالفوكس سيجر مرات شيء اسمه تود باراليسيز يصير عندي بعد الأتاك أوف كونبولشن النقطة اللي فري امبورتنت واعتمد عليها أنا كثير حتى أحدد الطفل يحتاج سي أف اكزاميشن أور نط هو بعد ما يسحى الطفل ووضعيته قعد بقى كونشيس مالو كلاودي يعني الطفل ظل ليثارجيك لو صح وقام يلعب أنا بصراحة كثير اعتمد علي النقطة حتى أقرر هذا الطفل مالمنينجايتس اعمله فاعتمد على بعد ما تخلص الأتاك من ويسحى الطفل من البور هاي النقطة كل شي تهمني وضعيت الطفل بعد ما يقعد أضر كوشن اللي ممكن أنا أسأله تفيدني بالهيستري أضر سين اس بروبلم عدد طفل يعني مثل ليش مثل كان الطفل عنده آخر فترة شك من هيدك إذا النقطة أضيفة عندي سين اس بروبلم ويكنس هيدك بوميتينج فيتر أوف سين اس بعد ين رح أسأل عندي أنا الفيفر إذا إذا الفاميلي يقلو لك كان الطفل عنده فيفر لازم تسأل أنت الأسئلة اللي تعودنا نسأله بالفيفر اللي هي دوريشن أوف فيفر كاركتر أوف فيفر أوكي إذا الفاميلي يقلو لك بالهيستريا يقو فيفر راح أنت بالرفيو تحاول تلقي كوز أوف فيفر مثلا إيش مثلا عنده سكنراش سميها فبرايل إجزام فيم ميزل روبلة نيمونيا عنده طفل كوف تكيبنية رتراكشن عنده طفل فيتشر أوكي إذن إذا الفاميلي يقلو لك أكو فيفر حاول تسأل على كل الكوز ما الفيفر حتى تعرف الكوز أوف فيفر أشنو بعدين البوست اللي حكينا عليها وحكينا على ميلستون لازم تسأل على ميلستون لأن كلش مهم حتى أهم تجمع نقاط حتى تعرف أن الطفل إيش كان الميلستون ما لته هل هو نورمال ميلستون لو أبنورمال البري نيتل والنيتل والبوست نيتل أيضا هي مهمة كجزء من الهيستوري رح تأخذها أنت تشوف لكن طفل عنده في كل المشكل كان عنده قبل كفة إذن هاي النقاط كلش مهمة رح تسأل كلتها والفاميلي كلش مهمة الفاميلي ما حاجة أقول لكم أهميته لأن الفيبرال سيجر بيها كذلك فرح أسألهم على سيميلر أتاك ان فاميلي فاميلي هستوري أوف إبليبسي فاميلي هستوري أوف فيبراي سيجر إذن هاي الشغلات اللي أأكد عليها بالهستوري رح تكون أنت تقريبا غطيت تسعين بالمئة من الشغلات المطلوبة منك جاوبة من ما لتك هذا شوية معقد ممكن نحصله بالإكزامي وممكن بالإمفستيجيشن إكزامي شنو الشغلات المهمة اللي لازم أدور عليها الجنرال إكزامي دائما دائما هو مهم رح يبين لك إذا كان طفل كونشيوس أو أوكي رح تفحص الطفل خاصة بحالة وال إذا كان طفل عنده انكفالوباثي أوكي رح تفحص أيضا الأوف سي مع الطفل والهي والويت هاي النقطة كلش ممي أيضا اللي هي أشنو براديكاردية هايبورتينشن ريجولر ريسپاريشن أند بابلوديما إذا ما ماكو طفل ما أفحصه أنا فال فاندسكوبيك إكزامينيشن بلك سبيس أكيباين ليجين وجاني كونفولشن مثل هاي الطفل اللي شفنا هاي دي تسيست وثانيا ماكو لمبار بلما أعمل إكزامينيشن فال بابلوديما إذا صين أوف راح أدور بالطفل عسري أقلبه أنا أكون عدا أوقف الكون أعطي دايزي بام أشوف لكن عنده صين أوف تروم مضروب على غاسو شي كار أكسيدين فاندسكوبيك إكزاميشن قنة إز مانداتوري نيورولجيك إكزامينيشن أوصو مانداتوري ليش لأن شفنا هاي الطفلة يعني أنا لوما عمدتونا نيورولجيك إكزاميشن وكتشفتو عنده ما كان راح أصل أنا إلى قناعة أنه هاي الطفلة عنده فوكا نيورجيك الصين اللي هو إمجيشن أوف إمجيشن إسطادي ولكن راح نعف أنه عنده إذن رابد لي أعمل جنر الإكزامينيشن أقيس لبلاد بريجر والتمبراتور أدور على صين أوف نيكريس انتر بريجر صين أوف تروم فانتوسكوبك إكزامينيشن للآي نيوروجيك الإكزامينيشن المهم عندي أن أدور على فوكا نيوروجيك وخلوها ببالكم أي طفل عنده فوكا إبيليبسي وأي طفل عنده فوكا نيوروجيك الصين لازم تعملوا إمجيش إسطادي إذن أي طفل عنده فوكا سيجر وأي طفل عنده فوكا نيوروجيك صين بالفحص يعني ويكنيس وين أوف ذا كرينيان نير بنو بالسي هذا رأس انت بعته إمجيين وستادي أوكي صين أوف مينج إجريتيشن أخذناها صف خامس وكلتكم تعفوها إذن هذا الإكزاميشن ما لك جنرل الإكزاميشن فيتال ساين صين أوف نيكريز انتركي إجريشن صين أوف تروم طفل أشيل مخدم من تحت غاسو وأعمل فليكشن للنيك وأنتبه أكون ريزيستنت أور نط هذا إجريشن فور نيك ستي هاي الكيرنيك صين كيرنيك صين أعمل فليكشن أوف ذا هيد جوينت فليكشن أوف ذا ني جوينت بعدين هاي الرجل أحاول أعدله الكيرنيك صين طفل رح تصير عنده بيين هون بالهاب سترين مصل دوتو الرش 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 آف ذا نير هاي كيرنيك صين هاي كثير يسألون عليها بالإجزام بالعملي البرودينيسكي صين أنت وعد تعمل فليكشن للنيك انتبه على رجلين الطفل إذا صار بيها ودرول هاي برودينيسكي بوزيتف إذن هاي النقاط اللي تهمني أنا بالإجزام نيشن أوكي انفستيجيشن أش رح تبعث الانفستيجيشن شي أكيد هاي الطفل اللي جاء كونفولشن رح تفكرون راندم بلد شوغر وسيرم إليكترولايت مهمة هايبو كالسيميا وهايبو كلايسيميا لمبر بنكتر بينه اندكيشن وبينه كونترا اندكيشن إذن أنت اللي تقرر هذا الطفل وكثير كوي نختلف أنا والمقيمين أنا وغير أخصائي هل هذا الطفل اللي جان فيفور كونفولشن يحتاج لمبر بونكتر لو ما يحتاج أوكي فتبقى هو قرارك انت بالإضافة للإنديكيشن اللي أخذناها العام رح نعيد اليوم امجين بستدي اذكروا دائما وأبدا أي طفل عنده فوكل سيجر وأي طفل عنده sign of increased intra-clean pressure أو papilledema لازم تبعثه imaging study لا تتورط وتعمله lumbar puncture ويطلع specifically crying lesion and he may pass إذن هذول الأطفال إذا الطفل عنده history malotrauma وتريت في rapid imaging study أبعث ه CT scan أما إذا الطفل عنده focal neurological sign وأتدور على smaller tumor أو إن شاء الله MRI is the best for EEG شيء أكيد الأطفال يحتاجون خاصة first seizure EEG etiology السؤال الثالث اللي لازم أجاوبه etiology of seizure etiology of seizure رح تقسم كل الأطفال اللي عندهم conversion إلى قسمين symptomatic و idiopathic idiopathic هذول اللي عندهم primary seizure يعني مثل هالطفل أبو absence seizure هذا idiopathic ما عندي فد mechanism أما بقيت الأطفال اللي يجوك على الطوارئ فأخذناها عام موضول status epilepticus mcns infection meningitis encephalitis abscess أو trauma أو cva infarction أو hemorrhage أو hypoxia أو metabolic hypoglycemia والي كترول الدستوربس وهذه الشغلات أوكي أو toxic drug أو tumor أو malformation أو febride seizure اللي هي most common in our locati إذن هاي الكوز اللي أنا أخليها في بالي بس إيش وقت أخليها في بالي بعد ما أكمل أوقف الconvulsion أعمل proper examination وأقرر أشبعثه بعد investigation لكن يبقى أنت أحسن شيء تعمله الproper history and proper examination كلش مهمة هاي النقاط وتقرر أن تعمل number puncture or not indication of number puncture تذكرون حكينا العام هاي هاي شون توقف الconvulsion راح نحكيها على السريع هاي الاندكيشن of number puncture اللي حكيناها بال febride seizure قلنا أي طفل تشك عنده فتصاين أن الطفل عنده ملينجاتيس يعني بعد ما وقفت febride اللي أنت عتشك إنه febride لحط الطفل ما عجبك الconciousness ظل الطفل lethargic هذا راسا أقرر أعمله number puncture الage ماله أقل من 6 شر شيء أكيد ليه ما كو febride convulsion أقل من 6 شر وبصراحة أنا حتى الأطفال اللي أقل من 12 month هم عملهم number puncture خاصة إذا كان immunization status مالهم not full أو إذا كان طفلك نأخذ ممرض نعطانه trics صاله ثلاثة أيام هوني حتى feature of major irritation ما راح تكون واضحة okay number puncture بيها contraindication سارة دكتور أشنو contraindication مالتا إذا كان مثلا infection where ما يجب علي يحيا نعم دكتور what are the contraindication of to do any space occupying legion إثنيا إذا كان local infection local infection where يعني بال بالباق نعم أول نقطة ما وضحت مليح طلاب مفتهم space يعني space occupying legion يعني any cause intracranial pressure increase very very good mass effect إذن أول contraindication any feature of increased intracranial pressure أوكي يعني papilledema أو هاي اللي سميناها cushing trite مال hypertension وبرadycardia وأبنور مال respiration هاي الفيتر of increased intracranial pressure أو الطفل اللقيت عنده papilledema إذن هاي الكوز مال increased intracranial pressure contraindication مع عدل bulging fontanil بالإنفانت حتى لو أكو bulging fontanil نعمل lumbar puncture أوكي إذن أول contraindication sign of increasing intracranial pressure صح أسباب paludema ثاني contraindication infection at the site of lumbar puncture اللي هو أشنو السايت هو هذا السايت هاي هذا الطفل أن نعمل له هذا السايت بعد هاي تو contraindication بعد اثنين خاصة إذا كان platelet count أقل من 60 بقى كوز كلش مهم أحمي بينه نفسي أنا لا 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 زهر يعني طفل دي سنيك أو عنده هارت فيلير هذا الطفل أنت إيش رح تمسك وتعمله lumbar puncture إذا هو كلش دي سنيك ومثلا عنده هارت فيليار أو أو رسپايراتوري دي ستريس فانقر كارديو رسپايراتوري كومبروميس تشايد يعني طفل ما تغتمسكه هو مختنق إذن فور contraindication sign of increasing trachine pressure infection at the site of lumbar puncture بليد تندنسي وبلت تقال من 60 كارديو رسپايراتوري compromised child هاي l4 contraindication ويصب أعمل lumbar puncture هذا المكان مالتو between l3 and l4 أجيب النيدل وأدخله شوي أدخل باتجاه upward ليش عمدتوها بهذا السايد لأنه الدكتور الاسباينال الكورد منتهي هنا سباينال الكورد منتهي يعني راح أدخل ما بينه neural tissue أوكي السايد ما لتي طلاب حتى أحدد السايد أنا إيش أحدده على إليك كريست أخلي إيدي على إليك كريست على هذا الخط من أقع للطفل أخلي إيدي على إليك كريست وأجر خط موازي للإليك كريست أعف أنه هذا المكان اللي أدخل بينه النيدل أوكي على إليك كريست إليك كريست راح يقابل L2 L3 L4 أوكي أدخل النيدل وأجمع سامبل لاحظوا هذا الطفل هذا ما مستشفى أنا كان ببغداد بي ذوي أشنو هاي النقط الزرقاء على ظهر الطفل الدكتور ممكن تكون هاي المنغوليان سبوت من وعاي من وعي جاوب مريم مريم أحد يأيد مريم لو يختلف معاها هو هاي المنغوليان سيربزولة اللي يكون بشرتهم كل جداتنا يعني يعني إذا ما مانغوليان لك الأشنو بليديك تندنسي إذا مريم بليديك تندنسي ما يتقي يعمل أصلا بريكود والله خوش خوش مداخلة شكرا بريكود إذا عنده بليديك تندنسي وإيكيموسي أصلا منغوليان ينفد من النورمال اللي تشوفوها بالنيونيتل إكزامنياشن هذا المكان ما لب اللامبوساكرال ما علينا منه تعقيم مضبوط عقم أديي وألبس كفوف وعقم أول مرة بهبتين بأيودين وبهبتين أرسم دائرة وبعدين عقم بمادتين ضحق الدكتور يحدد من الجهتين حتى يحدد المكان ضحقو مسك الاليك كريس وجر خطأ ما جر نيلاي ما عندهم بذلك الوقت كان فاستعملوا نيدل ما السيرنجة وهذا شي خطأ لازم نيدل تقريباً عشرين قطرة وبعدين أشيل النيدل وأخلي بلاستر واضحة البروسيجر أيهاو هاي سي اس اف نيدل أوكي ليش بالتيوب هذا اللي سحبوا أش رح يبعثوا طلاب تعفون أش رح أبعثوا أنا بروتين 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 بلوكوز وسيل كاون بلوكوز أبداً أبداً لا تنسوني سيل كاون لأن أعتمد كثير على السيل كاون أنا أوكي إذن هاي البروسيجر قدامكم وحكينا على الكونترا وحكينا على نقطة أنه بذول لأطفال اللي أقل من 15 ما تكون واضحة ولهذا قد أضطر أن نعمل لمبر النقطة الأخرى المهمة هو إيش رح أوقف الكون هاي الطفل جاني with convulsion حكيناها قلنا ABC secure the airway أعمل inspection للماث خلي الطفل left lateral position extension للنيك أوكي هاي النيك extension extension للجو حتى أفتح اليروي هذا أحسن شيء ممكن تعمله أنت بالبيت حتى الطفل لا يغتنق inspection للماث وال positioning أوكي بعدين oxygen إحنا حكينا بالconvulsion ممكن يصير hypoxia للبراين إذا طولت الconvulsion الدازيبام الدازيبام الدوز ما له 0.1 إلى 0.3 ميلي جرام per kg هاي تنحفظ الدوز أوكي 0.1 إلى 0.3 إذا رح تعطيها IV وش نعطيها slowly IV ليش ممكن يعمل لك أبنية و hypotension 3 إلى 5 منت أدفع الدازيبام وإذا ما وقت ممكن أعيد أب إلى 3 دوز أوكي هاي يحفظوها الدوز مع الدازيبام مهمة 0.1 إلى 0.3 ميلي جرام ممكن تعطيها rectally double the dose أشكل IV line وأحسب الدوز الآن حكيت لكم بالمحاضرة إذا أنت مستعجل وما عندك مجال أن تحسب 0.1 إلى 0.3 ميلي جرام بير كيجي أشقد أضرب البودي ويت في 4 يطلع لك كم يونت بالسيرنج مال ما نتوه أوكي جاك طفل 8 كيلوات و 8 في 4 32 وحدة أسحب إيهوني ل32 وحدة وأدفع سلول IV وكأنه إذا ضربت البودي ويت في 4 وكما وكأنه كان حسبت الدوز على 0.2 ميلي جرام بير كيجي واضحة طلاب هاي الشغلة يعني أنتم بالطوارئ تكون مسؤولين عن الطفل اللي يجي عنده كنفولشن عبعال واضحة واضحة دوز مال دازي فام هاي دكتور واضحة هاي يعني بالطوارئ أنت رح توقف كنفولشن ما أنا رح أكون موجود فتضرب البودي ويت فيه 4 وتسحب بسر جمال ما تدفعه وازنه 10 كيلوات أسحب لي رقم 40 وأدفعه وإذا أحد بالامتحان سألك على الدوز قل الدوز 0.1 إلى 0.3 ميلي جرام بير كيجي سلولي آيفي ثلاثة إلى خمسة منت حتى لا يصير أبنية أوكي ما وقفت الكمولشن إذا ما عندي آيفي ممكن أدفع ريكتلي دبل دوز أدفع ريكتلي ما وقفت ممكن أنطي فينيتوين بولص أو فينوباربيتون على 15 ميلي جرام بير كيجي ما وقفت على الفينيتوين أو فينوباربيتون أعطينه بنزودازيبين إنفيوجين ما وقفت ذاك الوقت عندك باربيتشوريت كومو أو جي اي اشو نعطي دازيبام إنفيوجين كثير طلاء طبعا يسألون لأن بالطوارئ دازيبام إنفيوجين للسهولة أجيب 10 ميلي جرام دازيبام هو أمبول واحد وأخلطه مع 100 سي سي نورمال سلاين وأخلينه كونتينواص إنفيوجين أشقط كونتينواص إنفيوجين هاي ما حد راح يسألكم عليها بالإقزام بس تفيدكم بالمستقبل 2 ميل بير كيجي بير أور يعني جاء طفل وزنه 10 كيلوات وما وقفت الكونفالشن أخلط أمبول فاليوم مع 100 سي سي نورمال سلاين وهو وزنه 10 10 في 2 يعني أنطينه 20 سي سي بالساعة بالجهاز مال إنفيوجين بام هو يعسب لي هاي الطريقة مال إنفيوجين مال دازيبام أكو كثير حتى مقيمين أخدمين مرات يتوهمون بيها إذن هون شو وقفنا الكونفالشن و عدنا أي كوشن إيهاب إيهاب تسمعني هاجر طلاب تسمعوني نسمع عبالي نايمين مهم أن تعفو حتى تعفو الأب نورمال نورمال خمسين إلى ثمانين مليمتر ووتر ليوكوسايت ليوكوسايت نورمالي أقل من خمسة إذن مهم أن تعف أنت أشقد نورمال لازم أقل من خمسة وكلتها ليمفوسايت بروتين عشرين إلى أربعين مليجرام بير ديسيليتر الجلوكوس أكثر من خمسين يعني تقريبا two-third الراندم بلود شوغر وستيرايل في حالة البكترية المنينجايتس سيل كاونت يطلع عندي ثاوزند أوكي وكون تربد والسيل كاونت ما تكون ليمفوسايت تكون نيوتروفيل إذن لازم أنت تعفو أشنو نورمال حتى تعفو أشنو أبنورمال أوكي أكثر 10 إلى 500 بس أكثر اليمفوسايت والشغر يطلع كل شلو أوكي إذن بالتيبي مينجايتس الشغر كل شلو والبروتين very high السيل كاونت ما هاي مو 1000 100 واليمفوسايت أوكي بالفيرل مينجايتس السيل كاونت يطلع بالهندرد وأغلب اليمفوسايت أوكي إذن هاي الفيشور اللي تصير عندي بال CSF وهاي الكونترا إينديكيشن وإينديكيشن أدكم أي سؤال بالنسبة لل الهيستيري ما الكونفولشن طلاب أوكي إذن ما عدتكم سؤال ورقوا قلم راح تجابون على هذا السؤال البسيط أوكي هذا الكون راح تجاوبونه طلاب شوفوا الفيديو وجابوا كثيرا دكتور دكتور هذا السؤال نفس ما للعام نفس بالخامس ما للخامس ما للخامس ما للخامس ما للخامس ما للخامس دكتور نفسه أصلاً عرفت راح تجيب نفسها طبعاً سبحان الله جابونه جابونه وبعثونه وطس دكتور هذا نكتور نكتور لاحظون هذا بوزاتف عند نكتور نكتور فلكشن للهيب فلكشن للني وبعدين يعمل يصير عنده هوني هاي نكتور ما عنده كان ممكن يعملوا بايلاتيرالي بس ما يصير البايل بالهام مصل هادي هوني هاي المصل هوني وانت تتبه على ويتش المريض كله مثل نفس تقريباً هاي 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 بوزاتف بس يعمل فلكشن للنيك الطفلة تسحب رجليها هاي برودنسكي positive okay إذن هذا الالكزامناشن مال feature of major rotation and thank you I am going to end the session stop recording